بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع الدرس الأول مادة الدرسات الإسلامية بالصف الأول الابتداء المنهج الجديد الوحدة الأولى توحيد الحلوهية والدرس الأول هو أعبد الله ربي أعبد الله ربي خلقان الله لعبادته وحده خلقان الله لعبادته وحده يعني الله عز وجل خلقنا حتى نعبده وحده ولا نعبد معه وخير والدليل من القرآن قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لازم نحفظ هذه الآية الدليل على أن الله خلقنا لعبادته وحده من القرآن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته يجب علي أن أعبد الله وحده ولا أعبد معه غيره يجب علي أن أعبد الله وحده ولا أعبد معه غيره المسلم يخاف الله ولا يعصيه المسلم يخاف الله ولا يعصيه هذا ملخص الدرس أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده والدليل وما خلقت الجن والإنسان لا ليعبدون يجب علي أن أعبد الله وحده ولا أعبد معه غيره المسلم يخاف الله ولا يعصيه ألي يولي أكمل خلقني الله لعبادته فأنا أصلي فأنا أصلي وأصوم لله وحده فأنا أصلي وأصوم لله وحده خلقني الله لعبادته فأنا أصلي وأصوم لله وحده الآن كتبنا أصلي ضروح للأسئلة خلق الله الخلق لعبادته فما الدليل ما الدليل قال تعالى وما آه نخليها كده بلاش قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنا أصلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اكتبها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حوامح فضل هذا دليل على أن الله خلق الناس لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يلا عشان نمسح يا عبطال ونكمل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحاول نرددها كتير حتى نحفظ يلا نمسح ونروح لللي بعد نقول أربط بين الفقرة في الجدوى الألف وما يناسبها في الجدوى الباء المسلم المسلم يحافظ على أداء الصلاة المسلم يكثر من الطاعات المسلم يبتعد عن المعاصي المسلم يحافظ على أداء الصلاة المسلم يكثر من الطاعات المسلم يحافظ على أداء alt التي تغضب الله عز وجل وتفرح الشيطان هكذا نكون قد انتهينا من درس الأول من الدرسات الإسلامية وهو في فرع التوحيد فرع التوحيد هذا أول أسبوع عندنا فرع التوحيد وفرع فقوة سلوك الله ننزل فقوة سلوك أتابعوا مادة لغتي والرياضيات والعلوم والدراسات الإسلامية على القناة من الصف الأول حتى الصف الخامس لابتدائي وأرجو لا تنسونا من اللايك والاشتراك والدعاء ودعم القناة وإرسالان لزملائكم وأحبابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته